تشهر المدينة المنورة باهتمامها بالجانب التراثي الممتد منذ قرون طويلة ولازالت بعض الأسواق والأحياء تحيي هذا الأرث ولعل شارع العينية بالحي التراثي بحديقة الملك فهد يجسد العادات والتقاليد المدنية لما يحويه من صناعات ومنتجات قديمة وأصيلة الزميل صالح يوسف والتفاصيل في العهد العثماني وقبل ثلاثمائة سنة بالتحديد أنشئ شارع العينية الذي يقع بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة والذي لا يبعد أبدا عن الحرم النبوي الشريف شارع اشتهر باحتوائه على الصناعات الفخارية والنحاسية وبكل ما يتعلق بتراث وتقاليد أهل المدينة حتى على مستوى المأكولات والأطعمة وفي هذا السوق الذي يبلغ طوله ثلاثون مترا يتوافد الحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة لتقديم صناعة محلية تواكب تاريخ المدينة ويقدم إنتاج هذه المشروعات كهدايا لزوار المدينة من الحجاج والمعتمرين تاريخ هذا المكان يدل على الأصالة العربية أصالة أجدادنا وتراثنا هنا في المدينة المنورة في هذا السوق خاصة ونأتي هنا لهذا السوق ونجيب أطفالنا وأهلنا حتى نعرف الجيل الجديد هذا في الجيل الذي قدموه الجيل الذي قبلنا هذا شرف كبير صراحة وأنا نتشرف في جميع مدن المملكة جميع مدن الدول العربية ومجلس التعاون كلنا دولة واحدة تعتبر فيجوا يزوروا المدينة إن شاء الله ويزوروا الحرم الشريف ويتشرف فيهم ويزورون هذا السوق أنا كنت أجي إلى هذا السوق علشان كنت أتذكر أيام زمانه زي كذا وكيف كنت ألعب مع أصحابي وتاريخ أجدادنا ومن أجل تطوير الحي التراثي افتتحت أكاديمية التصميم التي تضم أكثر من مئة فتات وذلك بهدف الارتقاء بالحرف المدينية لمستوى عالمي تمهيدا لتصديرها إلى خارج المملكة سوق تحمل في جنباتها صورا من التراث السعودي ونماذج عديدة من حرف يدوية ذات تاريخ عريق ممتد منذ قرون طويلة لتلفزيون البحرين صالح يوسف المدينة المنورة